شكراً على قبول الدعوة. شكراً لك. تحية لك وتحية لكم المستمعية راديو ميز. سلمونجي توصيفك. ما قلتش النايب المجمد. لا قلت النايب سابق. مازلنا شيكين بخصوص الوضعية. اشتعتبروا الروحكم بتو سلمونجي بعض تعليق امتيازاتكم. بحق وضعية البرلمان سلمونجي اليوم كيفش تصنفوها. يعني اليوم جدل كبير بخصوص ربما عدم النطق بصريحة العبارة بأن وقع حل البرلمان. اليوم جدل كبير بخصوص ربما بعض الناس اللي يقول لك فما من خلال الاجراء اللي خلال تاخدوا سيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتجميد الوجر والانتيازات تايعكم كنواب فما الدفع نحو الاستقالة فما شكونوا يعتبر نفسه ليه مازال ربما آآ نائب شنية الوضعية متع كيفش تشوف وضعيتكم كنواب اليوم. المزال يعتبر روحو نايب يحلم. اللي مزال يعتبر روحو نايب. يحل. يحل. هاي ما عالش. انتهى البرلمان. هاني برلمان تحل. تحل. تحل برلمان. برلمان تحل. من خلال الايقاف الامتيازات الوجود. من خلال زوز اجراءات. اللي هما? اللي هو آآ ايقاف. تعليق الباب المتعلق بسودة التشريعية. اه. دونك ما عاش عندك الان الصورة التشريعية. ما عاش عندك مهام. وتعوضت. المرسومة. بآآ احكام انتكالي. فيما يتعلق بسودة التشريعية. وعندك ايقاف المنح اللي مزال يحلم دونك دونك أكثر حاش حاش تفيق. اه شهر سبتمبر خلستو اك���. عكبر عاشي تفيقي. انا لعاش معديش فكرة. مرحيين معا. مرحيين معا. فيه معناها انتهى. 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 توصف منجرحي رغمي توصيفك اللي قاعدة تعيش فيه البلاد اليوم تعتبرها باللحظة التاريخية دي ضد كلمة انقلاب مونجي الراحوي انقلاب بالذفر الدستور مش ضد كلمة انقلاب هو موش انقلاب شنو هو هي لحظة تاريخية منعرج تاريخي هو منعرج تاريخي مثلته لحظة 25 جويلية اللي هي فاركة مبين مسار كامل المسار هذا كان فيه مسار الالتفاف على اهداف الثورة والتنكر لمطلب الثورة واحتكار السلطة او السلطات الثلاث من طرف فرد ولا من طرف مجموع عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة وجزء كبير برشا من السلطة القضائية محتكري باش هنا نحيلوا على مسألة الاحتيكار والتفرد كانت محتكرة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجزء من السلطة التنفيذية وانا متحكم فيها بالكم ومعناها المسار هذية اللي قبل 24 جوليا فيه تراكمات تراكمات الالتفاف على اهداف الثورة والتنكر مثلا بالشعب وتراكمات نيظالية اللي كانت في الاحتجاجات المتنوعة والمتفرقة واللي نذكر باللي في جام في 2021 قامت العديد من التحركات ضد البرلمان وجات قدام البرلمان وطالبت بيحل البرلمان وطالبت بيراحيل الحكومة المشيش وتم صدها بالقوة وانتم تتذكروا كم المدرعات اللي جاء قدام المجلس باش يحمي المجلس يوم 14 جام فيه على ما اذكره ولا 26 جام فيه حاجة كفاك وكانت معناها مجابة بالقوة وتذكروا اللي شباب تم معناها هتقال منه جزء كبير برشا وتمت مواجهات وما لذلك متحركات ووقعت في العاصمة ووقعت في العديد من مناطق متاع البلاد 25 جولية كان تاريخ اللي تكثفت فيه التراكمات هذه بين قوة التي تعيد تريد استعادة لمسارة الثورة وهدايا بتحقيق الثورة و قوة اللي احكمت قبضتها معناها بيد من حديد على يعني طموحات الشعب هذية لأنه طموحات شعب هذية احنا نتذكره وتذكره حتى النقاشات التامت في الدستور فما نقاشات وقعت على الهوية وكل شي وقتها الناس تقول لهم رأوا الثورة ما قاتش على هذا يلدي رأوا الثورة وقعت فيمتي معناها على شغل على المطالب وعلى الحجرة وعلى الجهات الداخلية باش تتطور وعلى التنمية وعلى ضد الفقر وضد فيمتي الفساد هذو موكلهم ويلزم تتم معالجتهم ويلزم سياسات حقيقية ويلزم كذا ورينا عكس هذا تماما رينا عكس هذا تماما رينا حفنة من الأحزابة دي ومن الأحزابة دي تمكنت من الوضع و وكيف كيف معناها ركز الثروات عندها وخدمة لوبيات وخدمة معلق نطرية وخدمة معها كل شي وعملت على تفكيك مؤسسة الدولة وعملت على أنه تحل محل مؤسسات الدولة مؤسسات موازية للدولة ذاتها ورينا أنه السيمة العامة للمرحلة دي هي سيمة معناها الموازي ما معناها الموازي معناها الكنترا في كل شي الكنترا في القضاء والكنترا في السياسة والكنترا في العزاب والكنترا في المتفية في البرلمان والكونترا كل شيء معناها الكونترا هي أصبحت القاعدة في كل المجالات وهذه كان نعرفه اللي قايد الجوقة هذه اللي حركت الناهضة ما تمنش بالفعل ما تمنش ما عندهاش الإيمان العميق بمعنى الدولة المدنية وبمعنى علوية القانون وبمعنى الديمقراطية وبمعنى التداول السلمي على السلطة وبمعنى منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي نذكروا راه كل يوم يتم دوس معناها المطالب المواطنين يجيونا يجيونا المجلس نحن مش نحكيه على الجهات اللي تحتاجوا كذا يجيونا المجلس يحتاجوا بشي يعطيوا صوتهم فهمتني إلا يجيو معناها يتم مليتهم ومبعد يتم طلب متاحهم متر ما في القجرات يعني اللي أخذهه رئيس الجمهورية كان نتيجة طبيعية للتراكمة هذه في 25 جويل وكانت بتلثة معناها النقاط هذه الأساسية اللي تعالق بي معناها اكالة حكومة المشيشي وانتم تذكروا الوضع الوبائي اللي كان معناها فيه أخطر الأوضاع وتذكروا اللي كانت الناس تموت بالمئات وكان ما فاما حتى اهتمام وحتى سياسة معناها التوانسة كانوا يموتوا بالمئات ما فاماش فاكسين توهاوا الفاكسين عنا والناس بنتمشيش على ذكره هو برا بخطر توها تم الإعلان من قبل رئيس الجمهورية على رفع حضر الجوالين بصيفة النهائية بناء على كل الرئاسة بناء على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات المتابعة تلك هي في كل حالات ستنفرجوا الأوضاع ستنفرجوا ستنفرجوا ناس عندها برشا تخوفات وبرشا معناها شكوك هل هي تخوفات مشروعة بما في ذلك ربما تخوفات الاتحاد اللي احنا كنا نتحدث على هاته العشرية السوداء لكن نعتبر الاتحاد بأنه اللي صار في العشرية هذية ما يلزموش يكون وفشل هاته العشرية حرفيا قال الاتحاد في بين مكتب التنفيذي ما يلزموش يكون ذريعة للمقايدة بين الحرية واحتكار السلطة شوف 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 في كل حالات معناها الحرية لا تقايد بشيء الحرية هي الفضاء الطبيعي اللي تتطور فيه الأمم والأفراد والمجموعات بدون حرية لا تتطور الأمم ولا تتحسن أوضاحها وما تنجمشي معناها تكون هذيك تدافع ما فماشي كل الاختناق كل الاختناق وكل خلق للحرية يخلي الأمم والأفراد عاجزين وجاهلين وغير قادرين على أنهم يخلقوا ويبدعوا التخوفات منجر مشروعة اليوم ترا فيها جانب من المشروعية عندهم الناس يخافوا أنا ما نقولش مشروعة نقول نفهمها أكثر ما معناه تفهمها نفهمها نفهمها على خطر الأطراف أكثرها متعودة أنها تكون موجودة صلب المشهد وداخل المشهد وعندها على الأمور كيفاش بتتاكع اليوم ما فماش وجود الأطراف السياسية والأحزاب والمنظمات وكذا في نسج وفي معناها خيط معالم المرحلة القادمة معناها وضع معالم المرحلة القادمة يخلي الصورة مهيش واضحة ويخلي بالفعل معناها تتحاط حول هذا شكوك وإلا ريبا وإلا عدم فهم هل كان على رئيسة الجمهورية أو السيد الرئيسة الجمهورية أنه يقدم ربما بين ظفرين الضمانات ربما بأنه لن يقع الحياز على المسار الديمقراطي على الأقل المكتسبات الحقوق الضمانات الضمانات أعطاها شعبنا ويقدمها شعبنا وتقدمها تضحيات وتقدمها معناها لفاي معناها والصحوة اللي موجودة عند الناس واللي يقض متاحها في أنها التابع أوضاحها وتناظل على حريتها كما تناظل على حياتها وتناظل على الديمقراطية كما تناظل على حياتها وتناظل على الحقوق المعيشية كما تناظل على حياتها وهذا كله مع بعض هذا كله مع بعض بمعنى أنه هذه أعطيني ضمانات أنا معناها لا أعتقد أنه من الصواب اليوم تجي تطرح لأي إن كان كله أعطيني ضمانات معناها زمانات. زمانات مثلا يقول انت اليوم. لا لا لا. لا لا مش زمانات. تحديد فترة المرحلة الاستثنائية. انا معاه هذي. انا معاه ومش تعتبر زمانات. اما تعتبر هذية معناها من المسائل اللي توضح الرؤية. واللي تخلي الرؤية معناها ما تحومش حولها اه يعني اه اه معناها في 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 مسارها. اعتقدوا انه بالنسبة للامر اللي تم الزاره فيما يتعلق بيه. الاحكام الانتقالية في السلطة التشريعية والسلطة الترفيذية كان من المفروض ان يتم تسقيفها زمانية. او اعطاها فمتي لامدة زمانية. انتم تذكروا من المشاكل الكبيرة اللي يعانينا منها في مرحلة المجلس الواطن التأسيسي هي مدة زمانية. كل عام وبعد حتحالة ثلاثة سنة. وكان الاتفاق وانه في التنظيم المؤقت لسلطة العمومية باش يتم تعيين وتحديد المدة الزمنية. جاءت النهضة قالت النهضة و وقتها المرزوقي وكذا. قالوا في مطلع عن الالتزام اخلاكي. على انه المجلس الواطني التأسيسي ما تجاوش ساعة. لكن صار ما صار. انتم معا. في الوثيقة اي. اما ما تمش تضمينها في تنظيم مؤقت لسلطة العمومية. انتم اليوم مع تسقيف الفترة الاستثنائية. طبعا. تحديدها بسقف. طبعا. ماذا عن انه اليوم رئيس الجمهورية عنده كل السلاحيات عنده كل السلطات يشرع في جميع مجالات الحياة دون ام معناها ام بمراسيم غير قابلة للطعم. بالنسبة لي معناها المسالة انه يشرع في مجالات الحياة وفي المسائل اللي اعطاها الروح وهي قائمة. اللي كانت معناها في صلوحيات ستة شرعية. هي نفسها تقريبا. المسألة هي شنية المسألة. هي مسألة ساعة شرعية ومشروعية. هي مسألة ثقة. اللي كان يشرع فيه هذا. مجلس نواب. هكا ولا? اللي كان يععم في هذا. هو مجلس نواب. مجلس نواب هذية. ما عادش. هذية ان عدمت الثقة فيه تماما. مش واحده فما حاجة انتع اصدار العملة. داكوردو الله. ما كنتش بالنهيم البرلمين مثلا اصدار العملة. كيفاش? اصدار العملة المرسوم تاع اصدار العملة. ماريت هاش. اي اصدار العملة هو في بيب نظار اصدار العملة. هو تلقاه في باب من الابواب. اه في الفصل من الفنسوز. اصدار العملة دي مش مشمولات البنك المركزي. مليش متأكد ما شبتاش. اي لا لا نعرف اي. اصدار العملة. اي. اه المهم تفصيل هذي. انا منحكي لك معناها مسألة ديها. شنية هلاء بروبيماتيك? انت قلت كيفاش يتم. بليش ضمانات دي? يكون اه احتكار اه رئيس الجمهورية. بجميع السلطات. بمراسيم غير قبل للطعم. بح بح. يعني في ظل غياب الهيئات الرقبية. بح. شوف اول شي ساعة الهيئات الرقبية هذيها اا اا اكثر شي كان موجود. معناها نورمال مول محكمة دستورية. بح. المحكمة دستورية هذيها اللي ما حابش يحطها. ما حابش يحطها. ما حابش يحطها لمصلحته. لمصلحته الحزبية واحد. اه نهضة. بالتحديد وباية التوافق مع producers تونس. بالنسبة لي انه يكون عنده ااااااااااااااااااااا لا تشريحية. هذا امر لا مناص منه. ما فماش حاجة اخرى غير هال Leslie بتاقع ونحن نعرف اللي مجالات المراحل الاستثنائية والمراحل الانتقالية تقع فيها مسائل استثنائية. ما معناها مسائل استثنائية. انت اليوم. فما حاجة يقولوها الكل اللي هي اللي هي لا عودة لما قبل 25 جويل. مش كل فما نسمعها هذا. لا ما قبل اغلبية التوانسة. اغلبية التوانسة. معناها البرلمان ما يرجعش والبرلمان ما يرجعش في كل حالات. دوك ما فماش كون بشرع. وبشوزة بشي شرع القوانين وسوت على القوانين. يلزم فماش كون يحاوضوا. هكا ولا? با. التعويض هذية باشي ناجم يكون. مجلس نوبة حد اخي. دوك يلزموا الوقت اللي باشي تاكع في الاتخابات وماليدات كلا. انترو تن. انترو تن. الفرضية الموجودة. هو انه. المؤسة. المؤسة. اللي موجودة. مؤسة اللي هي مؤسة دستورية. واللي رئيس المؤسة هذي. منتخب. وشرعي. وعنده مشروعية شعبية. تحالو. مسألة التشريع. ولكن كيف كيف? تقول لي معناها هكاكم سيب. نراقب وهذا. نراقب وهذا. نحن المجتمع المدني والسياسيين. نراقب وهذا. نراقب وهذا. اذا كان هم مرسيم غير قابلة للطاقة. ما يسألش. ها بشو كلك. ها بشو كلك. ها بشو كلك. شوف. شوف. نحن نثيره في اشكاليات. معناها اللي هي مفترضة معناها. كيفاش بشكون ومحتم. المحتم لا. في حين وأنه الاشكاليات هذه كانت اشكاليات واقعية حقيقية. البرلمان. البرلمان. كان يعمل كل شيء كم يحب. ويصوته كم يحب. يبدله كم يحب. والتعديل اللي يحب ويعديه 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 ويعديه. معني أن نسلحه. لا سمحني بشو كلك حاجة. بشو كلك بركة. فهمتني ولا? هيئة مراقبة القوانين. وصلت لأنه نعم له طعن في عدم دستورية القوانين. وما تشوفوش. وقال لي يقولوا ثلاثة ثلاثة من لجموش ان بدتوا فيه. كيمة قانون مسالح. وبرشة قوانين هكيك. مسألة الرقابة هذه معناها في مرحلة انتقالية. على ما هي تقوم؟ تقوم على. هنا يكون لكي الصحوة ولاباية المجتمع المدني والمنظمات والحزاب السياسية وما لذلك. هذي يكون حاضر وموجود. الجانب الآخر والمهم هو راه المؤسسات هذية تقوم أساسا على الثيقة. البرلمان الناس مشات. عطاتوا الثيقة. عطاتوا وكالة مش حطة عطاتوا الثيقة. عطاتوا الوكالة بشوقت خمس سنين يخدم باسم الشعب ذاك. وليه مخلح بالشعب ذاك. انا رئيس الجمهورية هذا تم يعني انتخابه. وحتى في الدستور. قلت بالك. الدستور يملح له. معناها نفس الوضع في تقديم مبادرات تشريعية كيفه? كيف رئيس الحكومة معناها المبادرات الحكومية كيف مع عشر نواب? فهمتوا الله? وعمد بلا ولا وين? نظر في المبادرات الحكومية. داكورد ولا? ثم انه بالنسبة للتشريعات هذي كيفش بشكون هي? بشكون بش يتم بتتداول فيها في مجلس الوزراء. ما هيش بشكون معناها هتا خرج وصلها وعدي وبره مشي حط في الراية دراس. سيته داول فيها في مجلس الوزراء. اللي فيها الرأي. اللي اختارهم رئيس الجمهورية. يعني شبيه. اللي عنده اختاره رأسي المورية. ما عندوش مخ معناها. ما عندوش عام وما عندوش رأي. ياسي الموشي. مش معندوش رأي. تتصور انتي ما ذلك؟ الرأي الواحد ولا القريب. الرأي الواحد. معناها. عليايش عليايش انتي بش يحط و أختص في لدينا شؤون الاجتماعية لتعدي لفهمتي للمقترحة وكل شيء نعطيك كيف تتم الأمور ويجب أن تتم الأمور كيف تتم الأمور القوانين الذين يأتي مقترحات حكومية من ذلك؟ من المزارة المعني لديهم إدارة شؤون القانونية والتشريعية هي لتعدى هذا ويجب أن تداولها في لجنة ويجب أن يزيرها ويجب أن يزيرها المجلس الوزارة ونقول لك شيء آخر كيف يتم الأمور وإسألوا بربي كانت استدعاء وزير من الوزارة إسألوه القانون يجيه لفي معنى هالليلة في أقبل التداول ما عندوش حتى الوقت بشكرها وباش يدرسوا وباش يشوف فهمتي الله معنى هاشنية ينجي مقترح فيه تي القوانين مالية تتقدم تلافي فهمتني ألا معنى وأنه إذا فهم جدية وإذا فهم بالفعل إرادة حقيقية وإذا فهم ثقة فهم حد أدنى من الثقة إنا نعتبر وأنه ما قاله رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذه المرحلة وفيما يتعلق معناها بتواجهاته فهم حد أدنى من الثقة يسمح بأنه إصدار القوانين هذه ما هيش بشكون إصدار قوانين ضد الشعب وما هيش بشكون قوانين تسلم في السيادة الوطنية وما هيش بشكون قوانين اللي كما قانون تبيض الأموال اللي عملهون تعفاسات أموال اللي نيوز أموال اللي نيوز أموال اللي نيوز عدونا رجعوا لوت فين نحكيوا عن اللي نيوز بعض تلبسة الأشياء رجل معك سيد موجير رحبي تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكمت أوفيسيال انستغرام ولا عشين يوتيوب راديو ميد راديو ميد راديو ميد الموجة اللي تزعيك أنت فنان وتمن بصوتك عندك فلو في الرأب ولا جاوك تونسي وتغني شرقي وغربي مليح ما لا شارك معنا ورينا الشو السحية بالتيان ديو اللوم أورانج تعطيك الفرصة من اكسكلوزيفيتي كي تربح كورتيق مع بلتي وتسجل غنية وكليب كي تشارك يكفي تحبط الفيديو متاعك وانت تغني على بالتيانيو بون كوم وانت اللي تحب تشجع أحسن سود قيد في سربيس بلتي باي أورانج بوتي ودخل في القرعة كي تربح ثلاث ملايين كاش كل جمعة معاك في اللي تحبه أورانج العودة الجميعية على البويب وانت محتار في الاختيار بتبيعان تفهموك وانتحكي وعلامستقبل بحية تخريير وليوم مع اوپس ميغرين اكيد الاختيار يسهل وبين المستقبل تبين اوپس ميغرين هي أثمن اختيار وانت محصونا Hernانجان وانت طرح مكسل طوالح في السربيس في دومان دياسانس ميغرين وانت الرسالة وانت طوالح وانتظار او رنسانيوه وامت انوانيوه وعليم وعليم ووكما يوال info at ups-migreen.com UPS plus qu'un diplôme un savoir ميديماد ميديماد كل يوم من الثاني للجمعة من نص النهار الماضي ساعتين مع إيمان المداحي نطفي العماري وإبراهيم الوسلاتي على راديوماد ميديماد الأخبار الصحيح والكلمة حرة مواصل معكم في ميديماد مواصل حوارنا ما عظيفنا لليوم أنها بسابق منجي رحو يتفضل تحكي على نيوانس لطفي العماري كيش بدل على الشعب ديما فم نيوانس لأنه في تونس اليوم الشعب شعوب والشارع شوارع وإذا فم عبادة تحب تراه شارع واحد وشعب واحد أنا يظهلي هذا منطلق ومدخل إلى ممارسات ربما تفكرنا بأمور ما نحبوش نرجعولها يلزم بالعكس نكونوا فخرين بأن الشعب وأن شارعنا شوارع نتفق نختلف هذا التعددية وهذا التنوع اللي موجود فيه بلادنا هو منجم يكون كان عنصر ثارع معناه لكن اليوم كي نشوفوا مثلا خطابات سيدريس جمهورية وحديثوا على الفرز مفروض في شهرين كما قال هو انتهى من الفرز واختار الوطنيين الخلص وصنف الخوان والعملاء رغم أني أنا ما نمشيش معها برشا في التوصيل لأنه كيما قلت عشنا سنوات من اللول جاءوا الإسلاميين صنفونا بين مؤمنين وكفار وقالوا خطاب بين الوطنيين والغير وطنيين باش ما قولوش الخوان اليوم كي جاق إصايد هزنا إلى عملية فرز وتقسيم جديدة بين الأخيار والأشرار الفاسدين والصالحين وبطبيعة الحال شكون لحد مفروض القضاء هو لحد المسائلة دي باش ما تبقاش على مستوى قيمي فقط لكن شوفنا أنه إلى حد الآن الفاسدين ما خداوش معناها طريقهم إلى القضاء أنا اللي نستغرب منه ضايفنا اليوم السيد منجر عضو مجلس نوع بالشعب مجمد رئيس الدولة يحكي على المجلس يحكي عليهم فرد ساك فسات سراق يبيعوا في الفصول ما قالش في حتى مرة أستثني بعض الشرافاء ونعرف المجلس فيه يسيدي يقولوش عربعة من ناس على 217 يتسمون انظاف شكاكة ديما نبقاو نسب هل يعقل أنه منجر راح اللي شفناه تقريبا من القلاء اللي ساد وحراك 25 جويل يبدو ليكنت حتى موجود في شارع ما نشوفوه في حتى لقاء مع رئيس الدولة اليوم الراجل هذا اللي خاذ معارك نعرفوها النس كل في المجل ضد الإسلاميين في عديد القوانين وفي اللجنة المالية وأبطل عديد المؤامرات اللي استهدفت الأمن القومي الاقتصادي في تونس هي ما هوش من الشخصيات الوطنية اللي تستحق أنه سيد رئيس يستقبل ويسمعه في إشارة وبالحكس هو أقل لا بالحكس هو أقل اللي صفح واللي يتامعين فيها في إشارة ورسالة إيجابية لصنف متوارسة اللي هما وطنيين واللي هما خاذوا معارك شرسة ضد الإسلاميين وخاذوها بصدور عارية لأنه رئيس الدولة إذا نعتبروه خاذ المعاركة هذه ضد الإسلاميين خاذها وهو رئيس دولة يتمتع بحماية الجيش ويتمتع بحماية القوات المسلحة الأمنية لكن السيد النايب هذا اللي قدامك خاذها بصدر عاري كان النجم يتعرض لكل محاولات اللي نعرفوها كله تنجم تصدر على الإرهابيين والإسلاميين هناك نشوف المؤشر هذا هو اللي خليني ما نطمنش حس اللي وكأنه السيد رئيس يختزل ويحتكر لنفسه لحظة 25 جويلة والحال أنه اللحظة هذه كانت نتاج لتضحيات جامعية من خلال منجي الراحوي تكون رسالة أنه البلاد هذه فيها زادة وطنيين فيها ناس معناها منغلين حقيقيين فيهم ناس معناها ضححات ومزالت بشتضحي وفضلا عن هذا عندهم معرفة بالبلاد عندهم معرفة بدواليب الدولة عندهم معرفة بأسرارها بتوازناتها اللي ربا ما يستحق سيد رئيس بش يسمع صوت كيف نهاك أنا منطلبوش أكثر شوف أنا أنا الرأوة أنه معناها الوضع اللي توى فيه التصرف بالمسار هذه الآن يعني فيه تصرف احترازي يعني فما عملية متاع حماية متاع حماية المسار وأعتقدوا أنه طبيعي معناه طبيعي وأنه في البدايات تكون البدايات فيها مخاطر كبيرة المخاطر ما هوش مخاطر سياسية فقط حتى مخاطر أمنية لأنه هذه معناها فيها سقوط سلطة وفيها سقوط مصالح كبيرة وفيها رهانات كبيرة برش وفيها مصالح مش كبيرة عظيمة جدا عظيمة جدا من نوع مصالح مالية مصالح اقتصادية مصالح سياسية كبيرة برش واللي معناها على أساس هدية المصار الأمني كيف كيف فيه مخاطر كبيرة برش واللي مضروري وانا كلك رهو طبيعي رهو كل واحد في الموقع هذاك يا أخو نفس التصرف رهو يسكر سكر باش ما تقعش انفلاتات وتقع في مطلة معناها وانتم مرات فما ليستمتع وزارة داخلية تسميتم بعض نحات وقال لا واحد مرة من وزارة داخلية وقعت اسمته وكان معناها متهم في معناها أحداث تالة وكذا فهمت معناها تأمينه هذا من المخاطر المتنوعة يطلب تصرف احترازي وانا اعتقدره ومعناها اكيد تقول جيه لا يمات والأطراف الكل تلعب دورها الاتحاد اللي عمتون الشغل والرابطة والحزاب السياسية وشخصية الوطنية والناس اللي مؤمنة بأنه 25 جويلة ينجم يكون فرصة حقيقية للبلاد باش نقوموا على سقينة وباش الدولة تستعيد أنفاسها وباش المواطن ياخوا حقوا وباش الاقتصاد يستعيد العافية متاعوا ردوا باركم رهوا في متلاتوة فما تخويف أصل الرجال الأعمال فما تخويف ما تستطمروش والدبال وحبس وشيء والدنيا كل شوف أبو شو كلك حاجة أبو شو كلك أنا كلك حاجة والله معناه بصراح من الناس ما عندهش على أشتخاف ما عندهش على أشتخاف نتمنعو الوضع هذي والتوجه العام له وتوجه متاع فرنسا عام 1893 ولا فهمت ولا توجه متاع تصحيح مصر هذي مطالب اجتماعية ترحتها ثورة وتم التنكر له هذي دولة معناها القانون وعلوية القانون وتساوي جميع أوام القانون هذي ممكن نمشيولو اصلاح القضاء نجم ونمشيولو اصلاح لدارة نجم ونمشيولها عصرانت لدارة نجم ونمشيولها نجم ونمشيول نحق وراء تونس فيها ما يكفي باش ما ليها لكل تعيش ودلباس علاش هذي كله يتم حسد التونسين فيه علاش رئيس الجمهولة ورئيس ما سوقش للخطاب هذي علاش محكيش مع التونس علاش مخرش فسر هذة منجر شنو 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 يمشي يفسر يطب منرجل الأعمال يقول لهم ما تخافوش ارانا مشيين الهكة ارانا وسيقع تسقي في المسألة رانا منيش للمربوط ارانا شوف 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 التصمين يمهم خلي نجم تجاوب هو الشي اللي متفقين فيه انو لحظة 25 جميلة كانت لحظة فارقة وذي كفم غمة نوع من الغمة اللي تجلات على قلوب التوازن هذة متفقين فيه وان الناس راد في شخص رئيس الجمهورية ربما الشخصية القادرة كونه باش تمر بنا من مرحلة متاع تدمير الى مرحلة متاع بناء ولكن شهرين بعد رينا كان الخطبة متاع السيد الرئيس انت مثلا تعرضت لرجال الاعمال اشكون قاعد يشيط لرجال الاعمال شوف الخطاب متاع السيد الرئيس اثنين وانت كنت رئيس لجنة المالية واشتغلت عليها وتعرف انت التوازنة المالية متاعنا في تونس مضعضعة وزاز ضعضعة اكثر في السنوات الاخيرة لحنا حتى التدخلات بتاع التوازنة المالية احنا لليوم معناش مشروع ميزانية تكميلي احنا لليوم انت تعرف انه مفروض كونه مشروع ميزانية سنة 2022 فما يبدأ فيه المناقشة فيه وزارة المالية من شهر ماي ويتقدم افان لوكانز اكتابر معنى اخمساش اشنين يوم اخرين على الاقل عشرين يوم يكون موجود امام وزارة المالية تعد في الميزانية والميزانية التكملية والوزارات الكلة تعد في ميزانيات اخمساش ثاني انكمل وتفضل جاو احنا شنين نطالبوا احنا السيد الرئيس الجمهورية نطالبوا كونوا كل لحظة هذه اللحظة كانت بتاعه فوري لحظة فوري معتها فرحة عارمة انتشاء من حب وهيش تتحول الى ما يسمى بالفرنسية الى انتكاسة خايبة تولي خايبة ياسر الارتدادات هتكون وخيمة جدا على البلاد وعلى العباد هدش نحب شوف نحن نحن شوف معناها نحبه بالفعل وانه 25 جوليا اللي علن على فتح مسار وامكانية فتح مسار جديد وانه فرصة حقيقية لانه كل ما تم تدميره وتخريبه يتم إصلاح ونمشيه بالفعل نحو بناء هذا حقوق واللي هذائي كله ما نجمشي كون بالتعددية وبالتنوع متع التوانسة ما نجمشي كون معناها واحد بركة ولا فم المنقض الأعلى اللي هو الفرد اللي عنده يفهم في كل شي وعنده الامكانية وكي ترانش ويعمل الاربيتراش في كل شيء ما شممكن شوني ما نفهم ما نفهم حتى من الأكثر النوابغ اللي في الدنيا وعنده ممكانيات خارقة في العمل والجهد وماريقون الليل وانتحب العمل وبناء بلاد وتحب تردها دولة عصرية وقائمة على الحق وكذا ما نجمش ما نجمش كان مشاركة الجميع وهو عبر لهذا ونتي تذكر معناها في علاقت بالاتحاد الكينديمية يتشاوروا معناها معناها حتى المنظمات الأخرى معناها عامة المحامين وكذا بقى جاءت 25 جولية بتاع مسار يأمن فيه وضع معين وأكيد أنه توقع وأنه معناها محداث حالة من الاستقرار ثم بعدها يعود للتعاطي مع الأطراف اللي يشتركوا معاه والنجم يشتركوا معاه في مسار هذا الإصلاح وهذا البناء وهذا فيمتي اللي معناها التعاطي الإيجابي يعني سيد رئيس الجمهورية قد يذهب وينتهج منهج الحوار المسألة فقط مسألة التوقيت الحوار زيت حوار بمعنى ينفتح على الناس اللي تنجم تشترك معاه معناها في التصور اللي معناها يقدم فيه في ميت على مقامة الفساد ونحن ها بوضوح تان فم ملفات اللي حكى نطالب ونفتح بشكل حقيقي خل تظهر معناها اكيد وانه فم خدم عليها هما خل تبدأ المسألة المتعلقة معناها بالفساد المسألة المتعلقة بالجهاز السري المسألة المتعلقة بالاختيارات السياسية بالالرهاية بالتصفير همت هذي كلها زلت انت وقتها ماكش معنا اي كانت دخلي في ركن اشتحكي انا طالبك ب اي في دي لجنة حقيقة وكرامة منتع العشر سنوات اللي مرت مش بتسمي كان على عهد استبداد اللي عشناها في العشر السنين يضعون في استبداد رهيب بسم الديمقراطية من حق التوانسة اليوم باش تكون فامة لجنة حقيقة وكرامة تشتغل على كل الانتهاكات التي ارتكبت في حق الدولة التونسية اغتيالات تسفير قروض هبات ملفات فساد و تعينات و هالي تنجم تشتغلي ويكون مطلب شعبي من حقنا باش معنا نطالبوا به بعد عشر سنوات الجمر اللي عاشوها التونسة وباتباعة الحال باش تكون ما غير تعويضات يا سيدي انا مرة في مداخلة انا مرة في مداخلة متوجه للرئيس المجلس قط له قد تكون يوم من الايام موضوع عدال انتقالية قد تكون في يوم من الايام موضوع عدال انتقالية يعني انت موافق في المقترح ومتعلوتي والله انا بالنسبة كانت عشر سنين هذه معناها كل واحد ومسؤوليته فم مسؤوليته كل واحد تحمي مسؤوليته كل واحد تحمي مسؤوليته فم كضاء وناس وعية والثورة أعطت الثورة أعطت فرصة للناس أعطت فرصة للناس اللي ما كانش موجودة بالكل باش صلح البلاد وتجذ بلاد وتنظف الدنيا وتنظف هي وتعمل أعطت فرصة أعطيت فرصة للحرية، أعطيت فرصة للناس بيش تعمل إلي يلزم يتعمل رأوا تونس، رأيت ثورة، أعطيت فرصة حتى حد ما كان يتصورها إلي عنده فهمتي معناها حاجة كان عم فيها خائبة يصلح روحه واللي كان معناها يحب يبني بصحيح يجد روحه، أعطيت فرصة كبيرة برشا دوك أخوي عشر سنين الناس بوعي وحرية وهي حابة تعمل شيئ ذاك يا أخوي وبالك شيء لعشر سنين، لعشر سنين الناس تتكلم وتقول رأوا الشيء تعمل فيه غالب رأوا الشيء تعمل فيه غالب، ممكنك بلبن علي حتى حد ما يسمع حتى حد ماشي واحد وفهمتي، اللي يقولوا عليه في العائلة يمشي هذا فهمتي لا تسمع، في الإعلام يقولولك، ومعارضة في البرلمان، ومعارضة في البلديات، ومعارضة في الجهات، ومحتاجين في القدام والبلايات وانتي معد تتعفز وتردس مهمك في حد شيء، هتونقلك هي رأوا مشكلة كبيرة برشا هل تريد الدستور؟ دستور مخدوم على أساس هو أن هؤلاء بشقهة يحكموا عشرات السنين الدستور إذا نبدأوا نحكيوه ونأخذوا الوقت، نرى كيف مقفول من البيبان من جمال جيات؟ بسك، تتكلم؟ أين تمشي طرق الحفرة؟ لا تنجمش تتحرك، تتكلم؟ ومعمول أن يحكم في تونس، يتحدث في تونس، يتحدث في الجهات، بخمسين نايب أو دونس يحكم في تونس، لا تعلم من يحكم في تونس، والبرلمان يعمل فيه الذي يحب وباش? بأوضع الوسائل والاساليب. اوضحها الابتزاز والتخويف والترهيب والضغوطات والدنيا كل. مش بالاقناع والحكم. برا ما تحول الى مجلس شوراء. تحكم فيه النعضة بالباب. بالضبط. للخروج. حتى من المطبخ خمتاعكم. اخر اجتماع. اخر اجتماع. اخر اجتماع. اخر اجتماع. مع المشيشي فيه. وين يتعمل الاجتماع? يتعمل في دار الغنوشي. نبي القروي والغنوشي والمشيشي. دار ابو صفيات. قالوا له فهمت الله بيش نعمل حكومة سياسية. طبعا هو عنده علاقاته بكتل اخرى وكذا واحد ليس مفقية. اتكلم الخمس. مخلوش فيه. السلطة التنفيذية عندهم محتجزة. السلطة التشرائية محتجزة. مختطفة. السلطة. لو ناس تحكي الاحتيكار السلطة والنفوض والتفرد من العرشنية. هذو مختطفوا السلطات الثلاثة. القضاش عملوا فيه. قسموه وعملوا فيه اللي يحبوا حطوا ناسهم وبركوا عليه ويعملوا اللي يحبوا فيه. السلطات الثلاثة عندهم محتكرة. تشوف منجي انا. بمعنى وانه. موافقك تمام. انا قلترا كانت النهضة اللي اليوم تدعي انه قيس سعيد عمل الانقلاب كانت هي اللي عاملة انقلاب على الدولة متمكنة من كل مفصلها من القضاء للداخلية لل وتكنولوجيا للاتصال للفلاحة للللللل كانت الكل عند النهضة لكن كان الانقلاب هذا ملابسينه اللابوس الديمقراطية اللي نعم. الانقلاب اللي غادها مش قيس سعيد انقلاب بلها الديمقراطية اللي هو فكلها مواقحها في الدولة التونسية. اول مرة حركة انه هذا تستشعر انها في خطر وبش تخرج من الدولة بش تخرج من انوشي باش نخرجهم الحكومة اما نبقاو في الحكم. الضربة هذي هي اللي راه وجدتهم خليتهم فهموا اللي راه واش يخزروا المواقع واكثر من هكا ستفتح الملفات الكبراء. هذا كل احنا فرحنالو انو حقائق هذي. كما ناس اللي اساءت واخطعت في وقت بناليه شوفنا مصيرها بقى في يالفين وحداش. مفروض يا اخويا نفس الشي يتطبق على الناس اللي اخطعت في الفترة هذي. كما قلك منجي. اذا اناك مسؤول في وقت بناليه صححت لاني خاف من بناليه. وفي بلد لا فيه اعلام حر ولا فيه ولا فيه فيسبوك ولا شاي. اليوم اللي اخطعوا فالعشر اسنين. وعندهم وقتها وان كانوا ينجموا يتشكيوا ينجموا يقولوا لا وما قالوش لا. الخطأ في وقت الديمقراطية افضع بكثير من الخطأ في وقت الاستبداد. وهنا انا شنو نختم بكلمتها. ونقول ما يتوى لوفوري هذي انت خمسة وعشرين شوية. ما يلزمش زيدا عديو المرحلة القادمة في تبرير. اه صبرتوا عاشرة سنين ما تصبروش شهرين. انا ما صبرتش العاشرة سنين. وانتي ما صبرتش العاشرة سنين. تكلمنا في العاشرة سنين واحد تجينا وهزينا بصواتنا في كل بقع. دونك الريق هذا. انتع كنتوا وينكم في العاشرة سنين ما تصبروش شهرين. وينك انت سايد اللي وقتها تظهر في النوم وجيت لغارة خمسة وعشرين طلعت تزغرت. دونك احنا خايفين على المسار هذي. عليش منجي. لانه ما فهماش فرصة اخر. لو المسار هذي ما ينجحش. ستكون نهاية بلاد ونهاية شعب. ونسكروا الشبابك ونسكروا البيبان ويطلع العنكبوت وينسان العالم وندخلوا في مصير. شوف انا انا معناها في نفس الاتار اللي قلت انت هذا بالذات في اول في معناها في ردود الافعال لولا معناها في يوم ستة وعشرين جويلة ونهار خمسة وعشرين جويلة في الليل معناها من بعد كده. انا قلت الرئيس كاي سعيد ما عندوش الحق باش يخفق في هذا. ما عندوش الحق. ما عندوش الحق لانه شعب كامل امل. في حاجة جديدة. في انو باش نرجعو للحلمة متاع ثورة الحرية والكرام مربطة الجنفي. الحلمة هذية. نعم. معناها يلزمها تتغذى بالحقيقة اللي شوفوها التوازة في تغير او ضحم. ما انا نقول له هاو رسالة ما انا نقول له هاو رسالة ما انا نقول له. قول راو فهمتي معناها رئيس الجمهورية ما هو مش بشي ابد اخي و بشي ابد. ما عندو موضع هاولة ثانية. فهمتو كاي نجم يزيد هو بشي ب이�تلي موضع تياها ها ما عندو موضع الاثنين هاك ولا ما بشي انfahren خطي ما هو بشي رائيسا هاك ولا fedما بشي انت بخلي بده الى المهم. ما هوش بشي الي يجي بعدك. المهم مش بشتخلين شعبك. ولله حاجة. بشتخلين شعبك 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 ناسك. شهمتو بشتخلي الشعبك. وبش خلي الشعبك. وانأكدلك. موش ده صورة مش معناها كتاب كبير وكتاب صغير حياتهم نوعية حياتهم بش خلي تعليم عصري وبش خلي دارة معناها عصرية وبش خلي صحة للمواطنين وبش تلقى نقل محترم في كرامة الإنسان وبش تلقى فمت المواطن الزوالي اللي ما ينجمش وين يسكن عنده فمت الله معناها إمكانيات وين ينجم يسكن وتلقى فمت الله معناها أي تنميذ ينجم عنده نفس الفرصة كيما الموجود في المرصة كيما الموجود في غردي ما وفي في سنده وفي كذا بش ينجحوا بش يوصل فمت الله معناها الأحسن الشاهد هذي اش خليه حاتشي الناس اللي عملت حاجة في الدنيا وفي التاريخ خلت لشعوبها ما خللتش لأشخاصها وإلا خلات فمت الله معناها صورة من الصور جزيلة شكر ليك منتجل لا 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 شنضيف حاجة أخرى أنا والله اكتبت مقال قلت سيد رئيس بنا في فالو دراء لرور شوفوا احنا وقتنا نتحطوا على التعليم الصحة والنجبة برجيبة حتى ببعض الأخطام تاعوا يقولوا هذا كان عنده مشروع هذا ما ترك لتونس ولكن مع الأسفة ذاك يكاد يكون يذهب هباء المنصور هكذا عليش احنا نطالبوا السيدة المورية ونحبوا نعودوا لبنيو تونس ونصرين على أنوا نعودوا لبنيوها وتكون درة المتوسط إن شاء الله شكرا للجميع نهاية أسبوع مريحة في لامان شكرا للجميع